بسم الله الرحمن الرحيم فهذه الأيام تنصرم سريعاً وهي خزائن نضعها ونعمل بها من أجل يوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أن الوقت يكون ويمضي سريعاً فتكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كاحتراق السعفة من سرعته بالأمس يبارك بعضنا بعضاً بدخول هذا الشهر ومضى ثلثين الشهر وها نحن الآن على أبواب العشر الأخيرة من هذا الشهر فلينظر كل واحد منا ماذا عمل فيما مضى من هذا الشهر وماذا أودع في صحيفته أيامٌ مضت من هذا الشهر الكريم يفرح المؤمن بمثل هذه الأيام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون هذه أفضل أيام السنة وأفضل الأوقات وأفضل ما يجمع به المسلم من الحسنات هذا شهر التوبة وشهر الإنابة كان نبيٌّ عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره بل كان عليه الصلاة والسلام من حرصه أن يستغل هذا الشهر كان يصوم شعبان كله استعدادًا لشهر رمضان فإذا دخل شهر رمضان اجتهد اجتهادًا كبيرًا وحث صحابته على الاجتهاد في هذا الشهر بل وبيَّن عليه الصلاة والسلام ما لهذا الشهر من أفضالٍ عظيمة من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر وهذه لا شك أن هذه الأحاديث تحُثُ المسلم على الاجتهاد في هذا الشهر الكريم كان عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع جبريل كل ليلة كل ليلة في هذا الشهر المبارك فعلينا أن نقتلِم ما بقي من هذا الشهر فمن كان مفرِطًا فليرجَ إلى نفسه ويعزِم على أن يجتهِد بقية هذا الشهر فإن ما بقي من الشهر فهي من أعظم الأيام بل إن فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر ليلة واحدة في هذه العشر خيرٌ من ألف شهر فأروا من أنفسكم اجتهاداً واستغلالاً للأوقات وأيضاً لقيام هذه الليالي المباركة إيمانًا واحتسابًا ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من حرصه على أن يستغلَّ هذه العشر كان يعتكِفُ فيها كان عليه الصلاة والسلام يعتكِفُ في هذا العشر فاعتكَفَ عليه الصلاة والسلام وكذلك نساءَه عليهنَّ رضي الله عنهنَّ أيضًا اعتكَفنَ في هذا الشهر وفي العشر الأواخِر كلُّ ذلك طلبًا لما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر ولعلَّنا نقفُ وقفات عن الأحكام المتعلِّقة بالاعتكاف ولماذا نبينا عليه الصلاة والسلام اعتكَفَ هذه العشر؟ أقولوا الاعتكاف هو سُنَّة وهو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم المسجد لماذا؟ للتفرُّغ للعبادة في الليل وفي النهار وأيضًا ليعلم الجميع أن الاعتكاف لا يُشترَطُ أن يكون كل هذه العشر فللمسلم أن يعتكِفَ ولو ساعةً من الليل أو النهار أو أن يعتكِفَ يوماً أو أن يعتكِفَ ما بين الصلوات ما بين صلاة الظهر أو العصر أو العصر والمغرب أو أن يقول أعتكِف من الظهر إلى صلاة العشاء المقصود أن الاعتكاف أمرُه مُيسَّر لمن أراد أن يعتكِفَ ولو اعتكَفَ لساعةٍ واحدة والله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المساجد إذن يستطيع المسلم أن يعتكِفَ ويحتسِبَ الأجر عند الله بالاعتكاف ولو ساعةً واحدة وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه اعتكَفَ العشر الأواخر من رمضان وفي بعض السنوات تركَ الاعتكاف لأسبابٍ ثم اعتكَفَ في العشر الأول من شوال وهذا يدلُّ على أن الاعتكاف يكون طوال السنة ولا يُشترَطُ أن يكون في رمضان وأفضل الاعتكاف لا شك أنه في العشر الأخير من رمضان فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعتكِفُ في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه عليه الصلاة والسلام اعتكَفَ عشرين يوماً اعتكَفَ عشرين يوماً ولا شكَ أن اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي قُبِضَ فيه يدلُّ على أن على المُسلم في خواتم أي أمرٍ من أمور الدنيا عليه أن يجتهِدَ اجتهاداً كبيراً فهذا يدلُّ على اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يُقبَضَ عليه الصلاة والسلام إذن قُلنا أفضلُ الأيام في الاعتكاف أن يعتكِفَ في العشر الأواخر من رمضان ولا شكَ أنه إذا اعتكَفَ في شوال أو اعتكَفَ في أي شهرٍ من الشهور نقول أيضًا لا حرَجَ في ذلك والاعتكاف لا شكَ أنه أفضلُه أن يكونَ في مسجدِ جُمُعة في مسجدِ جُمُعة حتى لا يحتاج إلى الخُروج لصلاةِ الجُمُعة ولكن السؤال إذا اعتكَفَ هل يجوز له أن يخرُج من معتكَفِه؟ نقول يخرُج من معتكَفِه إذا كان له حاجة إذا كان له حاجة أما إذا لم يكن له حاجة فإنه لا يخرُج من مسجدِه والاعتكَاف أيها الإخوة يكون هو انقطاعًا لله سبحانه وتعالى ينقطعُ العبد عن كل أمور الدنيا ويتفرَّغ لعبادة الله سبحانه وتعالى ولذلك قال بعض السلف عن الاعتكاف الاعتكاف إنه قطعُ العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق إذا الإنقطاع عن كل شيء إلا لله سبحانه وتعالى عن كل الخلائق ليتفرَّغ لعبادة الله سبحانه وتعالى والاعتكاف فيه تهذيبٌ للنفس فيه تهذيبٌ للنفس ولذلك إذا انقطعَ عن أمور الدنيا وتفرَّغ لعبادة الله فإن الإيمان يزيد وتعلُّق العبد بالله يزيد ثم تجدُ هذا ينعكِسُ على راحته وعلى إطمئنانه ثم أعلم أيها الأخ الكريم أن الاعتكاف فائدته لا تنحصر فقط لنفسك ولكن أيضاً تعود على أهلك وعلى بيتك لما فيها من الخير العظيم اشترَطَ بأهد أهل العلم وقالوا أن الاعتكاف لا يصلُحُ إلا إذا كان صائماً قالوا لا يصلُح الاعتكاف إلا إذا كان صائماً ولذلك جاءَ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا اعتكافَ إلا بصوم ولكن أيضاً جاءَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال ليسَ على المُعتكِف صوم إلا أن يجعلَهُ على نفسِه أي إذا كان نذراً إذا كان نذراً أن يصومَ ويعتكِف أما أن يُشترَطَ للمُعتكِف أن يكون صائماً فلا يُشترَطُ لذلك استدلُّوا على أنه لا يُشترَطُ للاعتكاف الصوم قال أن عُمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفِ بنذرك قال النبي عليه الصلاة والسلام أوفِ بنذرك ويُعلم بأن الليل ليس وقتًا للصيام فهو نذراً أن يصومَ ليلةً في البيت الحرام السؤال هل يجوز للمُعتكِف الخُروج من المسجد؟ إذا خرجَ المُعتكِف من المسجد لغيرِ حاجة فإن اعتكافَه يبطُل لأن الاعتكاف هو المُكثُ في المسجد لطاعةِ الله سبحانه وتعالى إلا إذا خرجَ لأمرٍ لا بدَّ منه كقضاء حاجةٍ أو لوضوء أو لإغتسال أو إحضار الطعام إذا لم يكن هناك أحد يُحضِر له الطعام ونحن ذلك فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخُلُ البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكِفًا حاجة الإنسان إما لقضاء حاجته أو لأكلٍ أو شُرب وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخُلُ بيته بل يلتزِم المسجد لكن أيضًا سؤال لو أن هذا المُعتكِف عنده عمل فيقول أخرُجُ لعملي نقول إذا اعتكَفَ العشر الأواخر إذا اعتكَفَ العشر الأواخر فلا يجوز له أن يخرُج حتى للعمل فعليه أن يستأذن من عمله ابتداءً ولكن لو أراد أن يعتكِف جُزءًا من النهار فيذهبُ إلى عمله ثم إذا رجع من عمله يعتكِف من المغرب إلى صلاة الفجر فنقول لا حرج في ذلك ويُعدُّ اعتكافًا فهو حددَ الاعتكاف بوقتٍ مُحدد فنقول لا حرج في ذلك ولذلك السُنَّة على المُعتكِف أيضًا أن لا يعود مريضًا وأيضًا لا يشهدُ جنازةً وأيضًا لا يمسُّ امرأةً وأيضًا لا يُباشِرُها ولا يخرُجُ إلا لحاجةٍ مُلِحَّةٍ طيب مُعتكِف عنده فاتورة للكهرباء أو فاتورة للهاتف هل يجوز له أن يُسدِّد هذه الفاتورة؟ وهو في المسجد نقول أولًا إجراءُ أي عقدٍ في المسجد أنه لا يجوز فيه بيع أو شراء أو فيه سداد مثل هذه العقود المُتعلِّقة أيضًا بسداد الفواتير أو أنه يُريد شراء طعامٍ له الآن هناك تطبيقات يستطيع من خلالها وهو في المسجد أن يشتري من هذه الأماكن وهو في المسجد فنقول هل يجوز له أن يُجري مثل هذه العقود في المسجد؟ نقول لا يجوز له أن يُجري مثل هذه العقود في المسجد فإذا أراد أن يُسدِّد فاتورةً أو أن يشتري حاجةً فعليه أن يخرج من المسجد هذا ليس للمُعتكِف أتكلم عن من يجلس في المسجد من جلس في بيتٍ من بيوتٍ له في المسجد الحرام أو في أي مسجدٍ آخر لا يجوز له أن يُجري أي عقدٍ من العقود وهو في المسجد لا من بيعٍ ولا من شراء ولا من تطبيقات لا يُسدِّد فاتورة لا يُحوِّل مبلغًا لأولاده لا يقوم بأي إجراء عملية فيها بيع أو شراء أو تحويل أو عقود في المسجد هذا الأصل فإذا أراد أن يُجري أي عقدٍ من هذه العقود فعليه أن يخرج خارج المسجد ويُجري هذا العقد فإذا أراد مثلاً أن يطلب طعامًا فيخرج خارج المسجد إذا كان معتكِفًا ويطلب هذه الحاجة كذلك على المُعتكِف أن لا يُجري أي مُفاوضاتٍ مع أي جهةٍ كانت في بيعٍ أو شراءٍ أو أي أمرٍ آخر إلا في أمرٍ متعلِّقٍ بالعبادة إذا كان هذا الأمر هو عبادة فنقول لا حرج في ذلك أن يتدارس مسألة أن يسأل عن مسألةٍ معينة فنقول لا حرج في ذلك فهذا أمرٌ متعلِّقٌ أيضًا بعبادة لكن أن يكون هناك اجتماعات أحيانًا بعض المُعتكِفين يكون أيضًا هناك له ارتباط وخاصةً مع الوسائل الجديدة ويكون هناك أيضًا الحضور عن بعد فأيضًا يقوم بعمله وهو معتكِف يقوم بهذا العمل وهو معتكِف نقول أن هذا لا يُسمَّى اعتكافًا إذا كان يجتمع مع موظَّفيه أو يجتمع أيضًا في اجتماعات خاصة بالعمل وهو معتكِف نقول لا يجوز له أن يُجري مثل هذه الاجتماعات لأننا ذكرنا بأن الاعتكاف هو التفرُّغ للعبادة ولا ينشغل بأي أمرٍ من أمور الدنيا ولا يتعلَّق بأي أمرٍ من أمور الدنيا السؤال أيضًا هل للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف؟ كما تعلمون أن للمرأة أن تعتكف كما اعتكفن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام روى البخاري ومسلم أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا وأنه أمر بخبائه فضرب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضع له خباء في المسجد فوضع هذا الخباء فضرب فلما رأينه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع الخباء قمنا أيضًا بوضع الخباء لهن قمنا أي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يضعنا الخباء لكل واحدةٍ منهن وهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فامتلأ المسجد بالأخبئة فلما صلَّ النبي عليه الصلاة والسلام الفجر نظر فإذا الأخبئة كثيرة فسأل عن ذلك فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نساءه وضعنا هذه الأخبئة فقال عليه الصلاة والسلام آل بِرَّ أردن أو قال لهن آل بِرَّ تُرِدن يُخاطِب زوجاته عليه الصلاة والسلام فأمر بخبائه فقوِّض أي أمر بأن يُقوَّض هذا الخباء الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام وترك عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في شهر رمضان حتى أنه اعتكف تلك السنة في العشر الأول من شوال عليه الصلاة والسلام وفي روايةٍ أيضًا أخرى عند البُخاري أن عائشة رضي الله عنها استأذنته بالاعتكاف فأذن لها ثم طلبت أيضًا حفصة رضي الله عنها من عائشة أن تستأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تعتكف فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدلُّ على أن المرأة لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها ولكن لو أنه أذن لها بالاعتكاف ثم رأى أنها لا تُكمِل هذا الاعتكاف هل له أن يمنعها من الاعتكاف ومن إكمال الاعتكاف اختلف أهل العلم في هذه المسألة ولكن الصحيح أنه له أن يمنعها من الاعتكاف بعد أن أذن لها ويدلُّ على ذلك الحديث الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك الاعتكاف وأيضًا أمر نساءه بأن يتركن الاعتكاف فهذا يدلُّ على أنه إذا رأى المصلحة في عدم استمرارها في الاعتكاف فله أن يمنعها ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر في الأخبية فقال البر يُرِدنَ أي نساء فأمر بخبائه فقُوِّض أي أُزيل هذا الخباء وأيضًا النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه دليلٌ على إنكاره عليهم إنكاره عليهم ما هو السبب الذي دع النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع نساءه من الاعتكاف قال أهل العم في ذلك أقوال كثيرة أولًا قالوا سبب إنكار النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاف أن يكون هذا الاعتكاف يشوبه عدم الإخلاص لأنهن أردنا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام أنهن ما وضعنا هذه الأخبية وجلسنا في المعتكف إلا لأجل القرب من النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لغيرتهن عليه كنا يغرن من بعضهن بعضا فلذلك وضعنا هذه الأخبية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منعهن وقيل أيضًا لغيرة النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه لأنهن إذا جلسن في المسجد فإنهن يكره عليه الصلاة والسلام أن يُلازِمنه في هذا المسجد وخاصةً بأن الناس يجتمعون في المسجد وأيضًا يحضر المسجد يحضره الأعراب وكذلك أيضًا يحضره أيضًا من المنافقين وأيضًا النساء يحتجن إلى الخروج والدخول لما يعرضوا لهم ولذلك كان أيضًا مما ذكره أهل العلم أن النبي كان يغار عليهم ولذلك منعهن من الاعتكاف في المسجد وأيضًا من الأقوال قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد قال بأن وجود نساءه في المسجد وهو معهن في المسجد كأن ذلك يذهب ما يتعلق بالاعتكاف فكأنه قد جلس معهن وكأنه في بيته فكأنه في منزله بحضور نسائه أيضًا معه في المسجد فلا شك أن الاعتكاف هو التخلِّ والابتعاد عن الناس وعن الزوجة وعن الأولاد فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره وجودهن أيضًا في المسجد لأنه لا يتحقق ما يتعلق بالاعتكاف وهو التفرُّغ للعبادة وأيضًا من الأقوال التي قيلت أيضًا بمنع النبي عليه الصلاة والسلام نساءه من هذه الأخبية قالوا أن هذه الأخبية ضيَّقت المسجد ضيَّقت على الناس المسجد بهذه الأبنية التي وضعهن نساءه رضي الله عنهن في هذا الحديث يدل على جواز اعتكاف النساء يجوز للمرأة أن تعتكف بالمسجد ولكن بإذن زوجها ويدل أيضًا أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف ابتداءً وكذلك لو ظهر له أيضًا أثناء الاعتكاف أن يمنعها من الاعتكاف فإن له ذلك والسؤال الآن من اعتكف العشر الأواخر متى يدخل ومتى يخرج؟ جمهور أهل العلم قالوا أن ابتداء الاعتكاف يكون من ليلة إحدى وعشرين إذا قلنا أن الدخول من ليلة إحدى وعشرين فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلَّى الفجر ثم دخل معتكفة فقالوا أن السنة أنه يدخل بعد صلاة الفجر يدخل بعد صلاة الفجر ولكن الصحيح في ذلك الصحيح في ذلك أن ليلة إحدى وعشرين هي داخلة في هذه العشر وقول عائشة فلما صلَّى الصبح دخل معتكفة هذا فيه دلالة على أنه كان بمعتكفه سابقاً دخل في علماضي دخل معتكفة فإنه دخل المعتكفة معنى ذلك أنه قد اعتكفة قبل ذلك أنه دخل معتكفة قبل ذلك فدخول المعتكفة يكون مع غروب شمس ليلة الحادي والعشرين وهي الليلة ليست هذه الليلة ولكن الليلة التي بعدها غداً إن شاء الله من أراد أن يعتكف بعد ما غيب الشمس يبدأ الاعتكاف من بعد ما غيب الشمس وهذا هو الصحيح وأما نية الاعتكاف فهي تكون من أول ليالي العشر ينوي المسلم بأن يعتكف عشرة أيام فإذا نوى ذلك فلا يجوز أن يقطع الاعتكاف إلا لحاجة ملحة أو لأمر ملح وإلا الأصل فإنه عليه أن يبقى في اعتكافه حتى ينتهي الاعتكاف إذن متى ينتهي الاعتكاف إذا بدأ من مغيب ليلة أو يوم العشرين ليلة الحادي والعشرين دخل في معتكفه ينصرف من اعتكافه إما بمغيب آخر يوم من أيام رمضان إذا تم الشهر أو بإعلان العيد إذا أعلن العيد ولم يتم الشهر ثم أعلن العيد فإنه إذا أعلن يقطع اعتكافه وينتهي هذا الاعتكاف هذه بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف لكن الذي ينبغي وينبَّح عليه في أمر الاعتكاف أن بعض الناس للأسف الشديد كما ذكرنا لكم سابقاً أنه جعل الاعتكاف كأنه نزهة كأنه نزهة يقوم بالاتفاق مع أصحابه من أجل الاعتكاف لا يصلح أن تتفق مع أي شخص هذه يا أخي الاعتكاف بينك وبين الله سبحانه وتعالى وهي عبادة فلا يصلح أن تتفق مع أحد من أجل أن تعتكف أنت وهو فإذا أردت الخلوة مع الله سبحانه وتعالى فعليك أن يكون هذا الاعتكاف بعيداً عن الناس وبعيداً عن الرياء فلا يصلح أن تخبر الناس بأنك ستعتكف أو تتفق مع ناس لتذهبوا للاعتكاف ولكن عليك أن تجعل هذه العبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى لأنك تريد من خلال هذا الاعتكاف أن تخلو بالله وتطلب الأجر وأيضاً تستغل الأوقات في هذه العشر المباركة في هذه العبادة في تلاوة القرآن في التسبيح والتهليل في قيام الليل أن تختم القرآن كل ليلة إذا قلنا كل ليلة القرآن تستطيع أن تختمه في ثمان ساعات وللمقصر يستطيع أن يختم القرآن في عشر ساعات يعني معناها أنك تستطيع أن تختم القرآن في يوم واحد كل يوم تختم القرآن ثمان ساعات إذا نظرنا إلى الجزء الواحد فإنه يأخذ من الذي يقرأ القرآن حدراً ربع ساعة وللمتأنِّي في القراءة تقريباً عشرين دقيقة ولنقل نصف ساعة ومع ذلك يستطيع في ساعة أن ينهي أربعة أجزاء وللمقصر ولمن يقرأ أيضاً بالتأنِّي ثلاثة أجزاء إذا قلنا ثلاثة أجزاء فمعنى ذلك أنه يستطيع في عشر ساعات أن يختم القرآن في عشر ساعات أي يستطيع في يوم واحد أن يختم القرآن وهذا مناسبٌ للمعتكف المعتكف في خلوة فيستطيع أن يستغل هذا الوقت في ختم القرآن أيضاً يستغل أيضاً الأوقات فيما يتعلق بقيام الليل والاجتهاد أيضاً ولو أنه جعل قراءة القرآن أيضاً في قيامه للليل أحياناً الإمام طبعاً نحن في العشر أو آخر يصلي الإمام في أول الليل ويصلي في آخر الليل وهناك وقت بين الصلاتين فلو أنه أراد أن يتنفل أيضاً خلال هذا الوقت فلا حرج في ذلك فصلاة الليل مثنى مثنى كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولو أنه جعل قراءته للقرآن أيضاً في صلاته أيضاً لكان هذا أيضاً فيه خير وأيضاً خلال هذا الوقت الذي يكون فيه معتكف أيضاً يكثر من الصلاة ويكثر أيضاً من السجود وأيضاً الدعاء في سجوده فأقرم ما يكون العبد من ربه في السجود فيكثر من الدعاء خاصةً في هذه الأيام وخاصةً أنه تلبس بهذه العبادة العظيمة وهي الاعتكاف وهو الإنعزال عن الناس وعن البشر وعن جميع شواغل الدنيا وإنشغل في عبادة الله سبحانه وتعالى أيضاً إذا اعتكف لا يصلح أن يكون هناك التجمعات والولائم وكذلك أيضاً السمر والضحك وغيرها من الأمور التي للأسف أصبحنا نشاهدها في أماكن الاعتكاف بل إن في بعض المساجد للأسف الشديد أصبح الاعتكاف كأنه في فندق يجمعونهم ويضعون لهم غرف خاصة وأيضاً خدمات خاصة لا شك أن هذا يبعد الروحانية المتعلقة بالاعتكاف وهي المكوث في المسجد إذا كان يجلس في غرفة وليس في المسجد وهناك خدمات وهناك أيضاً خدمة للشخص وأيضاً يضعون ما يسمى بالبوفير المفتوح الأكل العام الذي يأكل منه الناس وأيضاً طاولات ويجتمعون كأنه مطعم وفندق اجتمع في هذا المكان لا شك أن مثل هذه الأماكن لا يصلح أن يُعتكف فيها ولو قال من قال بصلاحها لأن هذا يبعد الروحانية والمطلوب من الاعتكاف فأنت إذا أردت أن تخلُو مع الله سبحانه وتعالى فابتعد عن الأماكن التي فيها الزحام والتي يكثر فيها الناس والذي يكثر فيها اللغط بل أصبح للأسف الشديد أن بعض المُعتكفين يُوجِّه الدعوات لأُناسٍ بأن يزوروه في معتكفه ويقوم بالوليم لهم فيطلبوا الأكل ويطلب أحياناً ذبيحة ويذبح لهم كأنه ماذا؟ كأنه في بيته ويدعو الناس لحضوره وأصبح الوفود يتوافدون عليه كل ليلة يجتمع معهم ويتسامر معهم ويأكلون مع بعض هذا لم يُحقِّق المشروع والمطلوب من الاعتكاف بل ذكرت لكم بأني دُعيت أيضاً إلى وليمة في معتكف إلى وليمة في معتكف نسأل الله السلام والعافية فذهبت من أجل أن أرى هذا الأمر فرأيت عجباً فرأيت أنهم قد دعوا أناس كثر من خارج المسجد وليسوا من المُعتكفين والمُعتكفين عندما دخلت هذا المكان وكان في القبو كان أناس تجمُعات وكأنهم في معسكر كشافة أقرب ما يكون إلى ذلك الضحك واللعب والناس تتكلم وتتسامر والأكل في كل مكان ويجتمعون ويضحكون ويتسامرون أل هذا يُعدُّ اعتكافاً؟ هذا لا يُعدُّ اعتكافاً كأنهم في رحلة كأنهم في رحلة ولم يُحقِّقوا المطلوب والمقصود من الاعتكاف فعلى المُسلم إذا أراد أن يستفيد من هذا الاعتكاف فعليه أن يذهب إلى مسجدٍ لا يكون فيه تجمُعات للناس وأيضًا يكون أيضًا فيه تحقيق المطلوب من الاعتكاف وهو الخلوة مع الله سبحانه وتعالى واستغلال الأوقات فقلت لكم في البداية أن هذه الأوقات ثمينة علينا أن نستغل هذه الأوقات ولذلك يتمنَّى المروه وفي قبره أن يرجع إلى الدنيا وأن يُسبِّح تسبيحةً واحدة ونحن الآن في فُسعة الحمد لله، عطانا الله النعم الكثيرة، الأمن والاستقرار وكذلك الأوقات فنستطيع ولله الحمد أن نستغل كل الأوقات في ذكر الله وفي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن فعلينا أن نجتهد وأن نبدُل كل الأسباب وإذا كان هناك من صديق فإن عليه أن يُعين صديقه على التفرُّغ للعبادة ولا ينشغل بالحديث ولا بالتسامر وليُؤجِّل هذا الحديث إلى ما بعد رمضان كل أمرٍ تحتاجه أجِّله بعد هذه العشر لا تُشغل نفسك في هذه العشر بأي أمرٍ من أمور الدنيا وهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو حال السلاف أيضًا من بعده فكانوا يستغلون الأوقات ويستغلون هذه العبادة ما هو الفضل الذي يجريه المسلم من الاعتكاف نقول أن الاعتكاف هو نافلة من النوافل وهو عبادة من العبادات ولذلك نبيٌّ عليه الصلاة والسلام بيَّن في الحديث القدسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي وما تقرَّب إلي عبدي بشيءٍ أحبَّ إلي مما افترضته عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرَّب إلي بالنوافل حتى أحبَّه أيها الإخوة هذا الشهر وهذه الأيام العشر هي فُرصة أن تتقرَّب إلى الله بالنوافل كل الأمور مهيَّئة لك أنت في بيتٍ من بيوت الله وفي أفضل مكانٍ على الأرض وفي هذا المسجد الحرام وأيضًا في عشرٍ مباركة وفيها من الأجر العظيم وجاءنا الحث على استغلال أوقات هذا العشر وجاء الفضل في قيام ليلة القدر وأنها أفضل هذه الليلة المباركة خيرٌ من ألف شهر ففيها الفضاء العظيمة فهذه فُرصة لك أن تتقرَّب بالنوافل في هذه الأيام لماذا؟ حتى تحصل على هذا الأجر العظيم وهو محبَّة الله لك فأيُّ فضلٍ أن تحصل على هذا الفضل وهو المحبَّة محبَّة الله لك واصطفاء الله لك بهذه المحبَّة ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل فتقرَّب إلى الله بالنوافل وخاصَّةً في هذه العشر هويَّت لك جميع الأسباب وما تقرَّب إليَّ عبدي في هذا العشر وفي هذه الأيام إذا تقرَّب إلى الله بالنوافل يقول يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه ماذا يحصل إذا أحبَّك الله فإذا أحبَّبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطِش بها ورجله التي يمشي بها ثم قال ولئن سألني اسمعوا ولئن سألني لأعطيَّنه هذا وعد من الله سبحانه وتعالى وعدٌ منه لئن سألته لا يعطيك إذا تقرَّبت إليه بالنوافل ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن استعاذني لأعيذنه فهي فرصة فإذا تقرَّبت بعبادة من العبادات إذا ختمت القرآن في يومٍ من الأيام فارفع يديك وادعُ الله فإن في ذلك الوقت وقتُ إجابَ كما كان أنس رضي الله عنه عند ختمه للقرآن عندما يختم القرآن يجمع أهله ويدعو فيقول رضي الله عنه أن عند ختم القرآن فيه دعوةٌ مستجابة فعليك في هذه الأوقات وأنت قد هيأت نفسك خاصةً في هذه الأيام أن تختم القرآن في كل يوم فإذا ختمت ارفع يديك فأنت تقرَّبت إلى الله بالنوافل فإذا سألت الله قد قال الله ولئن سألني وهذا وعدٌ منه سبحانه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعِذنه ثم أعلم أيها الأخ الكريم أنك في هذه العشر هي عشرٌ فقط عشر أيام فيها ليلة خيرٌ من ألف شهر ولكن فيها مزيَّة عظيمة يغفل عنها كثيرٌ من الناس في هذه الليلة وهي ليلة من هذه الليالي أن الله يكتُبُ المقادير للعبد يكتُبُ المقادير للعبد ما معنى ذلك أن الله يكتُبُ لك ما كتبه لك في السنة القادمة فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى بأن يصرف عنك السوء في هذه السنة القادمة فإذا استجاب الله لك صرف عنك من السوء إذا سألت الله أن يكتُب لك في السنة القادمة الخير كتب الله لك الخير فهي فرصة عظيمة فرصة أشرة أيام تفرَّق فيها بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالابتهال بأن يجعل السنة القادمة سنة خيرٍ لك قال الله تعالى فيها يُفرق كلُّ أمرٍ حكيم أمراً من عندنا ففيها تُكتبُ مقادير العباد في هذه الليالي هي ليلةٌ واحدة اجتهد في هذه العشر وليكن لك برنامجًا خاصًا لا تُفرِّط فيه في كل هذه الليالي لا تقول فقط في الليالي الأوتار مع أنها أحرى في الأوتار من هذه الليالي ولكن هي عشر قلائل اجعل لك في كل ليلة برنامجًا خاصًا لا تُفرِّط فيه لا تُشغل نفسك صديقك الذي معك أيضًا اجعله أن يعينُك أو أن تآعِنه على الطاعة لا يُشغِلك في هذه الليالي تفرَّق فيها للعبادة فإن فضل هذه الليلة ينعكِس عليك في كل السنة القادمة عشر أيام عشرة أيام تفرَّق فيها عشرة أيام أُبذُل الأسباب كلنا نحتاج إلى أن يكتُب لنا في السنة القادمة من الخير العظيم فإذا أردت ذلك فاجتهِد في هذه العشر ففيها البركة وفيها الخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُبارِك لنا في هذه العشر وأن يجعلنا ممن يقومُ ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا وأن يجعلنا ممنًا ويوفَّق ممن يوفَّق لعمل الخير وللعمل الصالح وللتقرُّب إلى الله بالنوافِل حتى يُحِبَّنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزُقَنا محبَّته وأن يُحِبَّنا وأن يُعينَنا على الطاعة وأن يجعلنا ممن يُعتق من النار في هذه الأيام المباركة نحن ووالدين ومن نُحِب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد